غاب العمال وغاب المدرسون وغاب التلاميذ فلا يوجد في هذه المدرسة الخاصة غير الأبواب الموسدة والعقفال وكذلك حال أغلب مدارس التعليم الخاص بنواكشوط على مدى ثلاثة أيام لا ضرائب بدون قانون هذا ما قاله الأمين العام لإحدى نقابات التعليم الخاص مبررا هذا الإغلاق مؤكدا أن الضرائب فرضت عليه مؤخرا مجحبة ولا تخضع لقانون ليس لدى التعليم الحر قانون خاص به ينسجم على وضعيته ويراعيها وعنده استثناء ضرائب يحدوها للضرائب ويفرضوها علينا مجحبة في حقنا في حد ذاته ولا يخاض على القانون وعليه نحن نريد دفع الضرائب ولكن نريد إصدار قانون لهذه الضرائب لأن الضريبة يجب عليها أن تصاحبها قانون لا ضريبة بدون قانون والحجور والطنجي وزملاء لهم تلاميذوا بمدرسة خاصة بنواكشوط توجهوا إلى مدرستهم لكنهم لم يجدوا أمامهم إلا حارسها يقول هؤلاء إنه لم يعد أمامهم في ظل هذا الوضع إلا الشارع مطالبين سلطات الدولة بالتدخل وإعادة فتح مدارسهم المغلقة نحن ماتين نقرأ لا قاعدين نرى تحفظهم بجيء ما نعرف شين أدلوا بتحونا المدرسة خلونا نقرأ طالبين الدولة تفتحنا مدرستنا نظرونا نقرأ علينا مواد مهمة كانوا اليوم ورأينا المدرسة مقفولة يأتي إضراب مدارس التعليم الخاص وفاء لاجتزامات سابقة بإيقاف العمل في جميعها إذا تعرضت إحداها للإغلاق قبل التوصل إلى تفاهم مع الجهات الضريبية المختصة بواسطة وزارة التعليم وهو ما حدث بالفعل وفق مصادر نقابية نحو 8000 مواطر ما بين خريج ومتقاهد وعاطر عن العمل تم تغييبهم عن عملهم وعشرات الآلاف من التلامذ تم تغييبهم عن حجورات الدرس هذا ما أدت إليه الضرائب تقول نقابات التعليم الخاص محمد أحمد الخوية المرابطون واكشو